نتحدث أكثر عن هذا الموضوع من لندن رئيس آيس فيوترز يوروب ستوارت ويليامز ينضم إلينا الآن مرحبا بك وشكرا لحضورك معنا بداية ما الذي يعنيه إطلاق العقود الآجلة لخام مربا لأسواق النفط العالمية محور عمل الأسواق المالية هو توفير شفافية الأسعار لكي تتمكن الشركات التي تبيع أو تشتري السلع من إدارة المخاطر وعكس ذلك على تقديرات الإرادات وتخصيص رؤوس الأموال وبالنهاية الاستفادة من هذه العملية في تطوير أعمالها بالنسبة لخام مربان إطلاق العقود الآجلة سيسمح لعملاء مربان بشكل خاص وعملاء أدنق بشكل عام من مراقبة الأسعار دقيقة بدقيقة 22 ساعة باليوم وخمسة أيام بالأسبوع وبالتالي معرفة أسعار مربان الفورية والمستقبلية ومن خلال ذلك سيتمكنون من إدارة المخاطر وتحسين نماذج أعمالهم طبعا هذه هي الآثار المترتبة على المدى القصير أما الآثار على المدى الطويل فهي إضافة معايير تسعير جديدة لمعايير تسعير النفط العالمية مما سيوفر رؤية أوضحة للأسواق وقطاع النفط على السعيد العالمي طيب السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل تعتقد بالفعل بأنه لدى مربان الفرصة لمنافسة عقود برينت وخام غرب تاكسس في مرحلة ما على اعتبار أن جميع هذه المعايير من النفط الخفيف الحلو؟ ما من شك أن تطوير معايير لتسعير النفط يستغرق وقت وقد تم تطوير معايير برينت وغرب تاكسس على مدى عقود بالنسبة لمربان فنحن متحمسون له لأنه يملك كل مقاومات النجاح وهو متوفر بكميات كبيرة وذو جودة عالية وله قاعدة كبيرة من العملاء كما أن هيكل الامتياز الذي طورته أدنك يعني وجود شركاء عدة بالتالي يمكن القول أن السوق المادي هو سوق حيوي جدا ومع رفع قيود أدنك لقيود الوجهات سيتشكل سوق فوري لمربان وكل هذه الأمور مهمة لتطوير سوق سليم للعقود الآجلة وبما أننا نضع مربان ضمن شبكة آيس وتتم المبادلات عليه من خلال منصات آيس جنبا إلى جنب مع باقي معايير تسعير النفط العالمية وبالتالي فإن كافة المكونات الضرورية للنجاح متوفرة ربما يحتاج مربان بعض الوقت للوصول لمكانة برانت وغرب تيكساس لكننا متحمسون لوضع الآليات والهياكل الضرورية لبدء هذه المسيرة وقعتم مذكرات تفاهم مع شركات أمريكية لاستخدام مربان في تسعير مبيعات النفط الأمريكي إلى آسيا هل برأيك سنرى مربان معيارا أيضا لتسعير الخامات الأمريكية مستقبلا؟ خلال السنوات الماضية أصبحت الولايات المتحدة مصدرا هاما للخام الخفيف الحل وتم استخدام معايير تسعير مختلفة العديد من مصافي التكرير الأسيوية تبحث بالعادة عن مجموعة من الخامات بما في ذلك تلك المستخرجة من الشرق الأوسط وبالتالي فإن الحصول على مؤشر أسعار إضافي يعكس تدفق الخام الخفيف الحل إلى آسيا سيكون ذو أهمية كبيرة للمصدرين الأمريكيين الذين يصدرون النفط لآسيا أعتقد أن هذه الخطوة ستوفر شفافية بالأسعار غير موجودة اليوم صحيح أن هناك مؤشرات أسعار أخرى للنفط المتدفق من الشرق الأوسط لآسيا لكنها أثقل وأكثر حموضة وبالتالي سيسهم معايير مربان في سد ثغرة كبيرة لتدفق الخامات الخفيفة الحلوة إلى آسيا وهذا الأمر سيكون مفيدا للمصدرين الأمريكيين كيف تتوقعون أن تكون السيولة في البورصة مع بدء التداولات؟ وشو فيك تقلنا عن الفورورد كيرف اللي سيتم بنائه لخام مربان؟ ينبغي أن ندرك أن تطوير هذه الأسواق سيستغرق وقتا لقد حرصنا في آيس على التحدث مع جميع عملائنا الذين يتداولون الخامات العالمية للتأكد من جاهزياتهم لتداول مربان وعملنا عن كثب مع أدنك وشركائنا التسع الآخرين للتأكد من جاهزياتهم لبدء الانطلاق لعقود مربان نعمل على ضمان وجود مشاركة فاعلة وواسعة من جميع الأطراف في السوق التاسع والعشرين من مارس هو موعد إطلاق العقود الآجلة وفي الأول من إبريل سيبدأ تداول وتسعير براميل مربان وبالتالي سيكون أمام المشاركين بضعة أيام للانضمام للسوق والاعتياد على أليات عمله أما بالنسبة لمنحنة الأسعار الآجلة فإن هذا المنحنة سيتطور مع مرور الزمن ما نفعله من منظور تكنولوجي ومن ناحية هيكلية للأسواق هو وضع خام مربان جنبا إلى جنب مع برينت والعمل مع لاعبين كانوا جزءا رئيسيا من تطوير برينت ومع مرور الوقت واعتياد المشاركين على تداول مربان سيؤدي ذلك لبناء منحنة للأسعار الآجلة إحدى الأمور الرائعة في هذا السوق هو القدرة على الحصول على السيولة وكلما ارتفع عدد المشاركين كلما اكتسى الأمر بأهمية أكبر وهذا ما نأمله طيب برأيك كيف ينعكس انطلاق مربان على معايير التسعير السائدة في المنطقة حاليا وبالتالي هل تتوقعون حدوث تحول نحو استخدامه في وقت لاحق أعتقد أنه أمر سنراقبه نحن وكل من في المنطقة عن كثب الاهتمام كان موجودا في المنطقة بالحصول على معيار يتسم بالسيولة الكافية ونأمل أن يصبح مربان هذا المعيار ومع زيادة أحجام السيولة في عقود مربان وتطورها أؤمن أنه سيصبح بديلا أو خيارا شيقا للمراقبة من قبل العديد من الدول بالمنطقة وربما استخدامه في وقت لاحق شكرا جزيلا لك رئيس Ice Futures Europe Stuart Williams شكرا جزيلا لك